اخي قتله وابنيه واخيه حيث تم الاعلان بشكل رسمي عن مقتل اشهر مجرم عراقي في محافظة ميسان بعد محاولات القوات الامنية في دولة العراق القاء القبض عليه خلال عملية عسكرية حيث اعلنت القوات الامنية في دولة العراق عن قتلها المجرم سيد جعفر اليسري الذي قتلته هو وشقيقه وابنه وذلك بعد محاولات من القاء القبض عليه بسبب الجرائم والتهم التي وجهت اليه من قبل القوات الامنية العراقية والتي كانت تهدد الامن العام للمواطنين في العراق اوضحت القوات الامنية ان اليسري كان يشكل خطر كبير على دولة العراق وعلى المواطنين حيث قالت انه ارتكب العديد من الجرائم المختلفة حيث قالت انه قتل النقيب الشرطي في دولة العراق وذلك بعد فشل الموفاوضات مع عناصر الامن وصور الجريمة وقام بنشرها بالاضافة الى العديد من الجرائم الاخرى التي قيل انها تنوعت بين قتل وتدمير واخلال بالامن العام في الدولة وقد كانت قوات الامن تحاول القاء القبض عليه في كل مرة ولكن كانت تفشل بسبب رفضه تسليم نفسه وتفضيل الانتحار على ذلك اعزاء المتابعين والكتب يكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته